الخبر الأول الذي عدنا عن ياسوب ريدر والمشكلة التي صارت بيناتهم فاللي ما يعرفون ماذا حدث ان الريدر شعل الفولو من السعب ياسوب بالانستجرام وياسوب شعلت الفولو من السعب ريدر بالانستجرام فاللي ترى صارت مشكلة بيناتهم خاصة انه لو واحد بهم شرح الموضوع طبعا ممكن يكون موضوع مقلب او ممكن يكون مشكلة بيناتهم فالله يفرجه يا رب وإن شاء الله يرجع بسرعة وقت واكتبوني احبائي بالكومنتاج شون تقول اللي صار هل هو مقلب او مشكلة فاللية صارت بيناتهم الخبر الثاني اللي عدنا عن مفاجآت اليوتيوبر فأول اليوتيوبر اللي عدنا هو نورمار فنورمار نزع لسبب من الانستجرام شوية ستوريات وبهذا الستوري صدق بين ناس لما نزل هذه الصورة مصغرة وهي كلمة باي وقلب مكسور وعلى ما خلال انه رح ينزل المقطع اليوم الساعة بالاربعة راح ترحبينو موضوع بالكامل وبعد نزل ستوري كاتبعنا اسف لانه ما اقدر اردع كل الاشخاص لانه كمية الرسالة مطبيعية وما بعرف اصلا ليش نزلت هذه الصورة ولكن بكرة الساعة بالاربعة تعرفوا كل شي طب من كل موضوع يكون عبارة عن مقلب او موضوع معين ولكن النورمار واضح انه بالفترة الاخيرة كلش هو مكتب لاغلي بلاحظ على الشي هذا انه هو ضايج او شي فما ادري الصراحة اني يا حبايب الي فرجها يا رب عليه وان شاء الله ما يترك اليوتيوب فاكتبوني يا حبايب الكومنتاشون توقع تكون هذا الموضوع حل حسرك اليوتيوب او لا اما اليوتيوب الثالثة عدنا في ناري ميوتي في ناري ميوتيوب نزلت على سبب الانستغرام شوية ستوريات اللي علت من خلاله عن تجيزة المفاجأة خرافية نارية حسنزل اليوم فاكتبوني يا حبايب الكومنتاشون تكون هذه المفاجأة الخبر الثالث اللي عدنا عن فضيحات احمد حسن وزينب ونصبه على المتابعين فما ارى شو اللي صاير وبهذا المقطع اللي زلوا بداية تشان يسوون مسابقة اه اساس على ايفون والسحب رح يكون عبارة عن بث بلو انستغرام ولكن اللي صار انه بالبث الانستغرام اللي يفتحه فوزه وهذا الشخص افضه اسمه ولكن مادر رح تلاحظون انه صار يعلق على كل صور رابحة حسن وزينب انه هو فاز بالايفون ولكن ما سلم وتجائزه وهذا يعني انه احمد حسن وزينب نصبه على الشخص بسوه مسابقة ولكن مفوزه احد وسلسل هذا الشخص التعليق مالتا صار بأول تعليق فهو ستشوفون انه يتدخلوا على صورته تشوفون رسل التعليق مع هذا الشخص بالكمية اللي حصلها حاليا ولكن هو فاز بالجائزة وما حصلها فاللياته رح متحسنون زينب بسوه مسابقة ونصبه على هذا الشخص فنصرت انا ما ارى شونه يقول اكتبونا اي حبايا بالكومنتات شركوا هذا الخبر رح متحسنون زينب ونصبه مع الناس الخبر الرابع اللي عادنا عن فهد الزين ودست اتراك الجديد اللي نزلها اللي جعل بسان ودست شايب ومجموعة من اليوتيوبر الثانيين بس باشخاص ما اسمعوا والدست رح حطكم يا بلوصف رح اسمعوه وبنسبةاش خاص اللي اسمعوه يكتبونا تقيمهم الليها بالكومنتات هل هو عجبكم او لا الخبر الخامس اللي عادنا عن تهجم المتابعين على بسان اسماعيل بسبب تقليدها لمحمد جواني فكل شي قاعد يسوي محمد جواني بسان قاعد القلد حاليا بيه بخلاف سفرة الالمانية هي انه هي الحقيقة وراء يوم واحد سبحان الله فمحمد جواني كل ما قاعد ينزل تيك توك على اغنية معاينة بيه سان اسماعيل تروح تسوي تيك توك عليها بعد ساعة واحدة او أقل من الساعة ولمثل هذي الشيش سوى محمد جواني نزل هذي تيك توك على هذه الاغنية هي راح تسوي تيك توك على نفس الاغنية فما در صراح اكتبوني حابب بالكومنتات شركوا بتهجم المتابعين على بيه سان اسماعيل بس لتقليد المحمد جواني